سيبا الدنيا ونبتدي في الفقرة الطيبة اللي بيطيب لنا فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وتعليم سدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويزيد الطيب بوجود الطيب النوراني مولانا الشيخ محمد رضا من علماء الأظهر الشريف ومن مؤسسة نفض الحياة شرفتنا يا مولانا الله يرضع عليك ربنا يبارك فيك الناس بلاب تستنى حضرتك اليوم ده ربنا يسعت مفادة الدنيا والآخر اللهم أمين قبل ما نبتدي حضرتكم معودنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله مولانا قبل ما نبتدي حضرتك شايف الظروف اللي احنا فيها نعم نتقدم بخالص التعازي لإخوتنا في غزة وفي فلسطين وندعو الله تبارك وتعالى للمصابين بالشفاء العاجل الله معلوم وأنا أبشر أهل الشهداء أبشرهم أن هذه الدنيا إلى زوال وأن أفضل شيء يكون للإنسان هو أن يضمن في الآخرة مكانة عند ربه أو يضمن الجنة وأول شيء هم ربنا سبحانه وتعالى جعلوا لهم أنه دول أهل الجنة هؤلاء الشهداء سواء كان الطفل يأخذ بيدي أبيه المرأة إن شاء الله من الشهداء الرجل من الشهداء ندعو الله تبارك وتعالى أن يتغمد الجميع بالرحمة والمغفرة وأن يلهمهم الصبر والشهامة والرجولة والثبات في الأمر آواكم الله نصركم الله أيدكم الله ثبتكم الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو الله تبارك وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى يا رب العالمين وأن يوحد كلمة المسلمين وكلمة العرب الأجمعين وأن يوفق سياتذ الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي إلى القيادة الرشيدة الحكيمة التي يتحلى بها وأن نكون دائما وقفين بجوار إخواننا في فلسطين يا رب اللهم أمين اللهم أمين حضرية دلوقتي كلمتنا عن أن إخواتنا الشهداء أطفال وشيوخ ورجال ونساء في فلسطين نالوا سعادة الدار الأخرة نعم كيف لنا أن ننول أو ما هو المقصود بسعادة الدارين الدنيا والأخرة أولا سعادة الدارين هي سعادة الدارين اللي هي الدار الدنيا والدار الأخرة الدار الدنيا شيء يعني مؤقت شيء مؤقت أما الدار الأخرة فهي شيء دائم الدار الدنيا إلى زوال الدار الأخرة إلى بقاء فتخيل حضرتك ويمكن سبحان الله أما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا أننا سننتصر على هؤلاء حين نكون عبادا لله ويمكن أنا أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عبادا له حتى ننتصر ونحرر المسجد الأقصى إن شاء الله بإذن الله دي هذا آت لا محالة لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى ووعد به لكن السعادة فعلا لمن نال الشهادة السعادة لمن كان له حظ أن يكون شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى وده لا يتحقق إلا بأن يقدم الإنسان النفس والمال وهم مقدمين الاثنين قدموا النفس وخلصوا المال وعليه العوض وربنا يعوض عليهم وربنا يصبرهم وربنا يخرجهم من هذا البلاء وهذه المحنة ويمكن هم تعودوا على الشهامة وعلى الرجولة وعلى الثبات وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات دون أرضه فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد وهذا وطن هذا وطن مغتصب بالضبط هذا وطن مغتصب أو محتل ومن حق المحتل أن يدافع عن وطنه عن أرضه من حق الذي احتلت أرضه نعم خطب حضرتك فطبعا يعني يمكن لابد أن يكون الإنسان عنده يعني بفضل الله احنا شفنا المبارح والأيام الماضية كلها نفرة الشعب وتأييد وتفويد الشعب العظيم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ القرار وربنا يبركلينا فيه ويحفظه ويحفظ جيشنا وشرطتنا واخوتنا وكل الناس اللي كانوا على قلب رجل واحد في جميع المحافظات كان شيء يفرح شيء يعني يطمئن أن بإذن الله احنا في الشدة واحد في ظهر قيادتنا سياسية ما فيش أبدا رأي ورأي آخر لا احنا كلنا واحد في وقت الشدة كلنا واحد في وقت إن يكون جدامنا عدو كلنا واحد ويمكن احنا بس عشان أنا مش بتاح سياسة لكن لابد أن أدلي بدلوي في هذا الحق والتعبير عن الوضع المؤلم يعني حضرتك يمكن احنا بنتألم أنا يمكن جعدت ثلاث اربع تيام ما نمش على المشاهد اللي أنا بشوفها أطفال رضع أطفال ونساء 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 اللي همش أي ذنب مدنيين يقتلوا وتهدم عليهم بيوتهم يمنع الأكل والشرب الطعام والشراب والكرباء ليه فين أين الإنسانية أين المنادى بالقيم وبالمبادئ وبالإنسانية كلام وتبرر كل الأفعال بأنهم هم المخطئين لا إله إلا الله سبحان الله لكن هذا يعني هذا لا يستغرب طبعا الشيء من معذنه لا يستغرب طبعا فأحنا الحمد لله إحنا واثقين بالله متوكلين على الله ونعربي مؤمنين بالله سبحانه وتعالى كل واحد فينا مؤمن إن لحظته حتيجي خلاص إحنا بيحصل عندنا الفيضان المؤمنين بيحصل عندنا الزلزال المؤمنين حصل عندنا ده عادر وهم الحقيقة الشديد الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى ومجاهدين يعني بيشهدوا أن لا إله إلا الله ونستغرب حدر رسول الله وهم يعني لما يجوا ناموا يعني شفنا الأطفال طفل بيقول له أخوه اتشاهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رحمه رسول الله هو بيموت قال له حبيبي لأنه الطفل عالي صوتك عالي صوته إزاي ده هو حبيبي متضمر فالولد عالى صوته وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله مولانا طيب دي ناس ضمنت سعادة الأخيرة بإذن الله إن شاء الله وإذا كانوا محرومين من السعادة في الدنيا إحنا هنشوف دلوقتي تقرير بعد إذنك وحيبقى هنشوف بقى الناس اللي إن شاء الله سماهم على وجههم سعداء في الدنيا وبإذن الله بإذن الله ربنا يرزقهم سعادة الأخير نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا الموسم السادس للزراعة موسم مختلف عن كل موسم وأهم ميزة فيه أسمنا الزراعة على يومين القاهرة الكبرى وضواحيها وباقي المحافظات في يوم تاني وإحنا النهاردة في اليوم الأول هنشوف ما يسرنا أنا بقالي تازل سنة بصراحة كنت عايزة أشترك النخيل ونتشوقها لي جدا جدا كما ربنا أزن أنا أول مرة أجل العرضة بس حاجة تاني والدي توفاه الله من 23 سنة بقالي أكتر من خمس سنين عايزة أجي أعملها كل يوم بحلم أننا أعملها كأني راح عندي سيدنا النبي من الفرحة والسعادة كأني راح عندي سيدنا النبي حاجة جميلة وحاجة عظيمة وحاجة ما شاء الله ربنا يجعله في ميزان كل فرد وكل إنسان ساهم في زراعة هذا النبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قلبي كده نزلت في البهجة كأني هناك زي ما كنت هناك يوميها وقلت لحضرتك حتى يا مولانا أنا كل مرة بيبقى إحساسي بالمكان المرة اللي فاتت زاد عليه إحساسي بإخوتنا اللي كانوا معنا ايه الناس المتصدقة المحترمة حبايب ربنا أطحيني المسافة دي كلها وتشوف بقى إحساسهم زي ما أختي الفضيلة قالت أنا كأني جاية سيدنا النبي الفرحة بتاعت الناس دي دخلت قلبي قد إيه أي حد ربنا بينعم عليه وأنا بقول ربنا بينعم عليه ويشاور عليه عشان يكون ليه نصيب في سك نخيل هناك فرحة والله لو قعدت أتكلم عنها من هنا للسنة الجاية مش هتحسوها غير لما تروحوا المكان ده مكان عظيم فعلا هو يعني حتى احنا خدنا هناك اليومين حضرتك معنا السعادة اللي احنا كلنا وعلى الرغم من التعب نصحب 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 إلا إن كان فيه سعادة غير عادية يمكن من المواقف الفريدة اللي حصلت أولي أنا شفتها ست مسنة تعد سبعين ثمانين سنة وفي العربية فبنتها جالتلي والدتي مش نقدر تنزل من القتوص فممكن حضرتك بس تدعيلها قلت لها تدعيلها لا أنا حطلع أسلم عليه فطلحت أسلم عليه لجدتها قاعدة واخد الكرسي كده ومعاها المخدة بتاعتها ومتكئة عليها كده فدعت لها وسلمت عليها ونزل قلت لها نتلك عندي بوش رواجة يا رب فبس ما نرجعه لإن أنا طبعا أنا مستعجلين وانت شايفة حضرتك الناس عايزة تتصور الله يعينك أيضا فالمهم رحنا زرعنا وبعدين في الزراع انتظرت أن الحاجة تنزل ما نزلتش تنتهى في الأوتوبيس طيب رجعنا فلاجيت بنتها جايلوان على المنصة والدتي منتظرك مش راضي يا الأوتوبيس يطلع لما تجي تقول لها البشرة يا حبيبتي فكان الناس كلها بقى ركبت الأوتوبيس والأوتوبيس انتلى فقلت لها حاضر نزلت روحت معاها لجيت الحاجة مجهدة جدا يعني هي راحت ما نزلتش من الأوتوبيس يا روح هي راحت آه ما نزلتش خالص هي بس كده تشوف من الوقف وتشوف النخل عشان يعني تطمن قلبها يطمن قلبها يطمن فطبعا فقلت للسواج فيه معاك مكبر صوت معاك ميكرافون يجل معاي جاب لي الميكرافون قلت له ما هي البشرة كنت نجدان الحاجة لكن هي لكم كلكم انت كلكم مشتركين لكن هي احتأخذ المجام الأكبر بقى شوفوا سيدنا ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال ايه أنا عندي ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة أنت جايين منين قالوا من اسكندري بقالكم كم ساعة 12 حوالي 15 ساعة قلت لهم على سرعة كام 100 ولا 120 قالوا من 100 إلى 120 قلت لهم تخيلوا أنت جايين 15 ساعة لله على سرعة 120 شوفوا ربنا حيجي لكم بإيه يا حبيبي فتخيالي حضرتك يعني الناس دي الله يبشرك بخير يعني الناس دي سبحان الله ويمكن تذكرت ناس ماتت عملت هستأذن حضرتك بقى طرامة حضرتك دلوقتي من النمازج العظيمة الله يرحمه الله يرحمه يحسن إليه في أختنا عزة محيدين هي مدرسة من دمياط من دمياط زوجها الله يرحمه الأستاذ شريف أيوة مصطفى الدال شريف مصطفى الدال احكي لنا حكايته مولانا الأستاذ شريف عليه رحمة الله كان معنا السنة اللي فاتت في نفس الموعد كان زارع معنا نخل هو متبرع لنفسه أيوة وجاله شوية تعب وبعدين راح يغسل في أول جلسة بين تعب وهو بيغسل وتوفه الله فالله يرحمه الله يرحمه جات السنة دي زوجته اللي حد عزة ومعها نرهان ومعها نرهان شريف أيوة دوم زرعة ونخلة هم رخرين السنة دي وبتقول لي كل سنة احنا معاكم إن شاء الله وكل زرعة احنا معاكم ألف رحمة ومهور كلنا يا رب ربنا أغفر له ورحمه بن عزيك يا عزة أنت ونرهان الله يرحم الأستاذ الغالي شريف معنا كمان أختنا فاطمة سعيد البرعي من نوس البحر دي بقى برضو حدوتة حلوة وحدوتة كده جميلة زرعة نخلة احكي يا مولانا الحد عزة دي اخوتها مصطفى هي اسمها فاطمة واسمها عزة اسمها فاطمة سعيد البرعي ولها اسم كمان عزة واخوتها الأستاذ مصطفى والأستاذ محمد والأستاذ فريدة والأستاذ زكية هي زرعة النخلة دي بنية السماح بينها وبين اخوته أن ربنا يعني يجعل بينهم بين بعض السماح ومحبة يا رب هم ما يعرفوش لكن هي عرفه هو عرفناه فهما طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بين قلوبهم المودة والرحمة والتسامح والعفو وما حدش واخد منها حاجة اللي اخوات يحبوا بعض ويسمحوا بعض ويصلوا بعض قلهم يا مولانا لأنهم بيصدق بص الناس بتصدق حضرتك لأنك بتكلمهم كده زي أبوهم زي أخوهم الكبير فكلمهم بقى انتعود كنا مع حضرتك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه أنا الرحمن وشققته للرحم اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته حد يقدر تحدى ربنا طيب انت لو أنا بقطع رحمي أنا بتحدى ربنا فتخيالي المعنى الجميل اللي الحاجة فاطمة عملته لإخواتها إنها بتزرع بتعمل صدقة جارية لإخواتها عشان التسامح بينهم ومن بعض والمحبة بينهم ومن بعض يعني ايه الصدق في المشاعر دي طب جات تعبت وعندها السكر ومنهضتش تيجي شاعة زوجها ربنا يبارك فيه والراجل كان واخد ركن كده والاخر قلت له انت فلان وفلاني جل أنت عرفتني إزاي جل تعرف كل الناس يا مولانا الله يزيدك يا رب محبة شوفت كل اللي ينزل من العربية يسأل عليك إزاي الحمد لله يعني انت هم شوفي حضرتك يعني الحمد لله احنا اشتركنا جميعا في عمل الخير ربنا سخرنا لكده عشان قضاء حوائد الناس فهم ربنا وفقهم وهداهم واخترهم بهدية مش هداية بس هداية وهدية أسل انت ما ربنا يكرمك واتطلعي صدقة من جيبك تطلعها لله دي هدية من ربنا لك لأنها هتنفعل خطفلك طيب وهداية لأنهم وربنا هداهم إلى الطريق المستقيم مش الدكتور مصطفى بيقول النخلة وسيلة أو سبيل النخلة سبيل طيب سبيل ده بيتنو على طول طول إلى أن تقوم الساعة يا بتخلف وفصيلها بتخلف يا إنتاج يا خلف وده وده بمال المال ده بينفق فين في جميع عوجه الخير إيه ده إيه الجمال ده إيه العطاء من ربنا ده إيه التوفيق من ربنا ده إيه الرضا اللي من ربنا ده يا رب يرضى عننا جميع يا رب كل حد بيشوفنا دلوقتي ربنا يلمس قلبه ويبص القلبه كده بص بواجه الكريم علشان يقوم يتصل دلوقتي يقوله أنا عايز يبقى لي نصيب أنا بلح والله بلح وبلا خجل لأن أي خير حضرتك هتعمله هيبقى لي نصيب فيه نصيب إن أنا بقولك أنا عايزك تعبري عن فرحتك يا لهو عن اللي انت شفتين ده أنا شفت نماذ عن الجمال بتاع الناس عن جمال جلوب الناس لا 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 عن حب الناس ده أنت عن رضب الناس يا مولانا أنا أي أخت من إخوتي كنت بحضنها أقسم بالله كنت بحسن أنها أختي وإني نجيبش أول مرة شوفهم الناس فرحتهم تخليك كلك طاقة والناس فرحانة باللي عملته لا بقى هممهم طول طريق ولا هممهم إنهم صحتهم الناس معظمهم كبار في الصن حتى أنا ثورت مع شباب شاب من أولادنا عنده 17 سنة هو أخته جايين برضو يزرع الوالدتهم والأولدتهم تعبانا فبعتتهم هم طيب أنا هستاذا هايت نطلع تقرير ونرجع نكمل كلامنا عن الفرحة اللي ربنا ينويلها لكل حد من اللي بيشوفونا نشوف تقريره ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا نبض الحياة وفد بوعدها ببدء الزراعة في وقف الزيتون بأرض البركات بالفرفرق في محافظة الوادي الجديد دائما متعودين مع نبض الحياة على التنوع في أعمال الخير وخاصة في الوقف عملنا وقف النخير الخير وعملنا وقف الزيتون المبارك ومعنا ومعكم دلوقتي قدام وقف الزيتون المبارك شوفوا معنا بقى المتصدقين الجمال جدا وعشان ثقة المتبرعين في نبض الحياة كان فيه تبرعات بأكتر من شغرة زيتون أنا فاطمة حسن محمول من فريسة جاي النهاردة عشان أزرع 15 شجر زيتون على كل جميع موتاية أنا اسمي هاجر إفراهيم وأنا من المعايزي اتبرعت بثلاث شجرات الزيتون أنا الحاجة عتدان اتبرعت بشجرتين زيتون وبنخلة أنا موجهة الريع بتاع وقف الزيتون لكل حاجة واللي شارك في المرحلة الأولى بوقف الزيتون صدقت واتحقق ربحها وخيرها خلال سنتين نبض الحياة مؤسسة صديقة جامعة وزاكم له خير نبض الحياة بنجدو كل خير وعاق شجرة الزيتون هيصرب في كل حملات الخير اللي بتقوم بيها نبض الحياة تاني سنة اجي مع مؤسسة نبض الحياة لأنهم نستقر بإذن الله انا عزة معكم كل المرحب بإذن الله مؤسسة جميلة واحنا جاينا على سبعة المؤسسة تكلفة شجرة الزيتون ألف جنيه قصك بزراعة خمس شجرات خمس تلاف جنيه شكرا لنبض الحياة شكرا لنبض الحياة شكرا لنبض الحياة مع وقت الزيتون صدقتك هتكون ممتدة وخيرة أي عم غيرة ما شاء الله أختنا الفاضلة من ضمن إخواتنا اللي سجلوا أسته معدنان دي حضرك بتقولي احنا كلنا برنا نشوفها كل مرة بتجي كل مرة بتجي ومش بتعمل نخل بس ولا لو بتعمل وصلات مية ومشتركة في محطات أو أبار يعني هي ما شاء الله ربنا يبرك لها يا رب ويبرك لكل متبرع يا رب ويمكن الجميل كمان في وقف الزيتون إن احنا سبحان الله في جميع المستويات شفت حضرتك اللي بتقول أنا متبرعها بشجرة الزيتون أي واحدة وفيه اللي عمل اتنين وفيه اللي عمل خمسة سك وفيه اللي عمل عشر وفيه اللي عمل جرات وفيه اللي عمل آه عدد كبير وفيه أخت فاضلة وفيه ربنا يبرك لهم طبعا يا رب ويزيتهم من نعم الله عمل فدان زيتون عرفاها يا ندير ما بتحبش تنو إسمها شعور 780 نخلة 780 شجرة الزيتون 780 آه ومية وعشر نخلة فدان النخل ربنا يبرك لهم يا رب ويجعلوا في موازين حسناتهم ويغفر لموتاهم آمين ويرحمهم يا رب العالمين آمين ويسعدهم في الداراية اللهم آمين اللهم آمين الشيء الجميل إن في الزيتون وإحنا طبعا أنا بذكر برضو السادة المشاهدين إن إحنا بإذن الله بعد رمضان مباشرة في شهر بقى هنروح نزرع النخل برضو والزيتون شهر أربعة بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله هنزرع تاني إن شاء الله المرحلة اللي جاية السبعة أيوة المرحلة السبعة اللي جاية إحنا بتدينا هو ان شاء الله اللي عايز سك نخلة يبتدي احنا ابتدينا من دلوقتي واللي عايز سك زيتون اللي عبارة عن خمس شجرات زيتون او اللي عايز شجرة كل واحده مقدرته يعني او اللي عايز فدان ربنا يزيده يبارك الحقوا نفسكم والله الدنيا ما بتنضمن والله في ثانية بتروح والله ما حد ضامن انه نفسه ياخده ويرجع الحق نفسك لان ده اللي باقي هو ده اللي حاخده معايا طبعا ربنا يخللنا ولادنا ويخللنا يعني كل اللي بنحبهم وربنا يقدرهم ويعملون لكن انا ما عملش النفس ليه وانا في حياتي عيني اضمن ابقى كده رايحة مستريحة انا يا رب اتغاء مرضاتك عاملة صدق جارية لنفسي ولادي عملوني خير وبركة ظروفهم بقى ديقت معاهم او مثلا نسي وشوي اقوت له في الدنيا يبقى انا ضمنا دي الابقى هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتنفعني الدنيا بتخلص على طول ده اللي هينفعني احوش كده في الشنطة اللي انا هاخدها معايا يوم القيامة هو ده يا رب انا ابتغاء مرضاتك والوقف ده شيء عظيم لانه استمرارية انا مش مثلا هعمل صدق او حسنة خلاص اعملها مرة وخلاص ده انت بتقول في الصق انا عايزها في كل حاجة مدى الحياة يعني ربنا يديكوا الصحة والعافية والعمر يا رب وطلط العمر بعد ما نموت بعد ما نموت النخلة بتطلع ريع والريع بيتصرف على كل حاجة انت حددتها من دلوقتي في الصق طب النخلة مثلا عمرها 70-80 مئة سنة بعد ما ما تموت النخلة ما النخلة طلعت فسائل فسائل دي بقت نخل النخل ده يعني اي كل اللي طالع من النخلة بتاعتك ليك والفسائل بتبقى نخلة وتولد وهكذا وهكذا ده استثمار زكي مع الله سبحانه وتعالى والحقوا نفسكم من دلوقتي عشان ان شاء الله اشوفكم لو ليه عمر ان شاء الله شهر اربعة متقابل تاني كلنا ان شاء الله واللهم صلى عن نبي احنا قبل كده كنا بنعمل يوم واحد زراعة المرة دي الله اكبر من من ثقة المتبرعين في مؤسسة نبض الحياة يوم واحد ما كانش هيكفي كم العربيات دي كلها فخلناها على يومين يا رب شهر اربعة عاشرة ايام والله يا مولانا والله انا يمكن حضرتك حضرت واحنا على المنصة وانا بذكر احد المتبرعين عليه رحمة الله الحج فريد الحج فريد ده انت عيط حضرتك ده انت مقاول مجلت سنته عيط يعني شوفي سبحان الله ربنا اغفر له وارحمه انه عمل فد النخل وبعدين عمل عشرين نخلة كان دفع احتمان عشرة وتبقى عشرة وانا باتصل اطمن عليه زرته الله يكرمها ويبارك فيها هي اللي ردت هي اللي قالت البقاء لله ده ليه في حاجة قلت لها فيه تمن عشرة اخلت بس خلاص انه نحن نزرع عنهم نحن نتحملوا محن انه كنت اه كنت خلاص فشوفي طيب احنا عندنا حتى النهاردة حضرتك انت ذكرت الاستاذ شريف الله يرحمه الدالي عليه رحمة الله الله يرحمه تعظميات طيب زرع عن السنة اللي فات لنفسه لحق يا حبيبي لا بالزبط السندق وقبل ما يحيا وقبل ما يحسس بأي حاجة قال لا يلحق نفسه وعملنا سبحان الله ربنا يا ربنا في الجنة ونعيمها توفاه الله بعدها بشوية شوف سبحان الله يعني الانسان ما بيعمل بيعمل لنفسه قدم لنفسك خيرا وانت مالك ومالك بس برضو هو سايب زوجة فاضلة وابنة فاضلة بيكملوا مسيرته في الخير والزوجة قالت حاجي كل سنة يبقى ليها نصيبا تبس المتأخ آآ بنا طلعت له آآ فشوف سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيهدي الناس دي هداية وهدية دي النخل اللي زرعوا لنفسه هو ده اللي فضله خدتوا حضرتك انت متخيلة شوفت الناس كلها كانت بتبكي وحزينة زي على الحج فرد وتترحم عليه كل الناس وهم ما شفوش سبحان الله وهم ما شفوش لكن الانسان ما بيعمل لله والوجه الله زي ما هما كلك بيعملوا وده يعني الشيء الملموس في كل مرة لكن المرة دي الناس كان عندها فرحة غير عادية حب غير عادي اخلاص غير عادي انا قابلت هناك اخت فاضلة عظيمة انا اسفة هي من المعادي انا اسفة نسيت اسمك واسم بنتك الجميلة الناس دي جم قبل كده دي مش اول مر المرة دي فبقولها مالك قال في ربنا اختبرني بالمرض يعني الوحش اه ربنا يشفيها وعافيها عليك عليك مش انا بس انا وبنتي اشوفتهم اه دعات لهم اه دعات لهم ربنا يشفيهم وعافيهم وفي دينهم وفي كل ما يملكون وفي كل ما يحبون الله وان يجعل كل ما يحبه وتحبه قلوبهم الله وديعة عند ربهم سبحانه وتعالى احنا دايما يعني يمكن عمل الخير ده اه انا بشبيه بايه كوباية مية حطينا فيها جالب سكر او معلكتين ثلاثة سكر مسي مجلبنهمش انا مجلبتش السكر فجيت اشرب قال لا ده معلش سكر اه ابوص استني ما جلبتوش السكر ده الخير اللي جوانا وكلنا اه ساعة ما بيتجلب موجود موجود كله كله فيه خير كله موجود عنده خير بس مين اللي يحرك الخير ده ومين اللي حيدوب اه الليين بقى الليين الهين القريب من الله سبحانه وتعالى اللي هو بيحب عمل الخير اللي هو ربنا سبحانه وتعالى هدا يهديه ويهديه فطبعا يعني ده بيكون احنا هنا بنحركهم اهو بنقولهم انا جلبتلكم السكر احنا بنجلبلكم السكر اهو دواكم نشوف يا مردنا برضو عشان اقول حضرتك ذكرت الافاضل اللي عاملين افدنا اه في وقف النخيل وفي وقف الزيتون وفي المحطات المية وفي المساجد ربنا يبارك لهم وذكرت في يوم من الآية قبل كده الاخ الفاضل اللي عامل ورد شهري من معاشه اللي على قده خمسين جنيه كل شهر اه انت حضرتك ذكرتلنا او حد من اخواتنا والحدسات بتاع اسكندرية ايه الحدسات ده عنده بجنة بسيطة خالص والسنة اللي فاتت عمل في عيد ميناد ونخلة والسنة دي عمل خمس شجارات زتون الله يزيد الله يزيد يعني مولانا للأسف الفقرة مع حضرتك بتخلص بسرعة يعني انا اسفة بس بأكد على حضرتكم تاني خمستاشر سبعمية واربعين ده الرقم الساخن لمؤسسة نبض الحياة او اللي تقدر علي جنبك مكتب بريد مجرد ماشيك كده لمكتب البريد هتاخد فيه سواب باللي تقدر عليه استنونا ان شاء الله يعني للأسف الفقرة خلصي ولا بشكر حضرتك شرفتيني وانستيني الفقرة خلصي استنونا الفقرة جاء ان شاء الله هتعجبكم